مرحبا جميعا مرحبا في مرحبا الانجليس كالز اليوم سوف نتعرف على تعريف كل نظرية كذلك سوف نتعرف على ما هو الفرق بين كل نظرية سوف نعطيكم خلاصة كما قلت لكم كيف نقول لكم دائما بس تعرفوا وتقدروا تميزوا ما بين كل نظرية نظرية اخرى حتى ما ننطłem ذلك الانجليس سوف نرى نظرية Behaviorism نظرية سلوكية كذلك نظرية Cognitivism نظرية Constructivism Nظرية Social Constructivism نظرية سوسيو بنائية غنبداو باللولا اللي هي behaviorism تعريف ديالها هو كالأتي behaviorism proposed and developed by Skinner and Pavlov يعني الرواد ديال هاد نظريه هدي ليهما Skinner و Pavlov شنو كتقول لنا هاد نظريه behaviorism believes that language is essentially acquired through a process of similar response and positive reinforcement or punishment هاد نظريه هاده هاده تعتقد بانه كان واحد الاجراء مهم باش الواحد يتعلم اللغة اللي هو stimulus response and positive reinforcement or punishment اشنو كيعني هاد stimulus response هو رد الفعل المشروط وباش نضح لكم اكثر بافلوف التجربة اللي دار على الكلب دياله انو يعطيه الاكل في واحد وقت محدد وقت ما اعطاه الاكل كيدرق 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 واحد الجارس فمع المده ولا بافلوف كيدرق الجارس فالكلب كيسيل اللعب ديالو بلا ما يعطيهش ما يأكل، بلا ما اعطيهش اللعب يعني هنا سيارة اللعب هو رد فيه على مشروطه ومقرون بالجرس هذه هي تحفيز إيجابي مثلا أن الطفل الصغير تعلم شيء كلمة جديدة الأب يكون فرحانا به كيش تشجعه كيش أعطاه شكولاته هذا تسمى تحفيز إيجابي كذلك يكون العقاب أو تحفيز السلبي هذا التحفيز السلبي مثلا ستعلم طفل يكتب واحد الكلمة أو يقول واحد الكلمة إذا قالها فإنك تدير تحفيز إيجابي وتعطيه شكولاته إلى آخره إذا ما قالهاش أو ما قدرش يقولها فإنك تدير لديك ساعات تحفيز السلبي أو يعني ما تعطيش هدك شيء اللي يبغى مثلا ما تعطيش الشكولاته فهذا كيبقى عقاب أو لا تحفيز سلبي وكتقول لنا كذلك أنه and that humans are not born with the ability to learn language كذلك كتقول لنا أنه الإنسان ما كيتزاج بواحد القدرة ديال تعلم دياللغة الإنجليزية sorry ديالتعلم دياللغة أي لغة كانت ماشي بتعلم دياللغة الإنجليزية يعني خلاصة ديالو أنكم تعقلوا إلى behaviorism تعقلوا إلى similar response and positive reinforcement or punishment من هنا تعقلوا إلى هذه الجملة هذي غادي تفكروا اللي ضيطايا الأخرين اللي سبق الإنجليزية وغادي تعرفوا شنو كتعني هد behaviorism ندوزو لنظرية أخرى اللي هي cognitivism شنو كتقول لنا هده cognitivism cognitivism كتناقض لنا تماما هالشي كل شيء اللي قلنا في behaviorism هنشوفوه دابا cognitivism argue that language is not just learned habit the void of creativity يعني cognitivism يعني cognitivism اللي هي نظرية معرفية كتناقض لنا وكترفض انه ذاك ال الاعتقاد بانه الواحد ما عندوش يعني الانسان ما عندوش هذيك المالكة ديال انه يتعلم اللغة اللي كان اللي كنا شرحناها قبل في نظرية السلوكية كتقول لنا كذلك انه الانسان مزيود اللي كتعني لنا انو الانسان عندو واحد القدرة ديال انو استوعد وتعلم اللغة بوحدته which help them not only learn language but also use them creatively يعني مالشي كتعاونهم فقط غير باش يتعلموا اللغة كذلك كتعاونهم باش انهم يستعملوها بواحد طريقة اللي هي يعني ابتكار كي بتعكروا فيها يعني باش تعقلوا على cognitivism تخصكم تعقلوا على ان suggest that humans are endowed with LED language accusation device مني غادي تعقلوا على ذلك LED غادي تفكروا شنو كتعنيه كذلك غادي تفكروا الباقي اللي ديال اللي ديال اللي ديال اه هي كيف قلت لكم يعني انبغيف تتناقض لنا البيهيفوريزم كتقول لنا انو الانسان كيتزاد وعندو واحد الملكة ديال انو يتعلم اللغة وكذلك يتقنها ويستعملها باحترافية هاد الملكة اللي اسميتها اللغة ويستعملها اللغة ويستعملها ندوزو النظرية الثالثة اللي هي constructivism جين بياجي جين بياجي هادي النظرية البنائية وقد شرح لنا هاد الظاهرة هادي قد عطينا مثال بالبناء مثلا اي عامل اللي بغي يبني اللي بغي يبني الدار فانو كيحط البريكس البريكات اللي هما البوكابيلر القواعد اللي بغي يتصرف يعني كيحطبهم ويستعمل لنا واحد الهاوس واحد الضار يبني دار اللي هي language تعتبروا اللغة بحال واحد البيت the component of language يعني المكونات دي اللغة اللي هما البريكس اللي هما كيف قلت لكم القواعد وكيف قلت لكم اللي هما component of language through exposure to the environment and build up the house يعني منين كيجيب هذوك البريكس وذوك القواعد كيجيبهم انطلاقا من التفاعل ديالو مع المجتمع او مع الانسان يعني through exposure to the environment and build up the house اللي هي language by themselves يعني باش تعقلوه الى constructivism اللي هي نظرية بنائية يعني شرحها راسها برأسها دامت قوشة الفوروسكم ويعني غنصرح لكم باش ما قوشة تخالطو لكم بيناتهم constructivism عقلوه انكم غاديتبنيوا واحد البيت غاديتبنيوا واحد الدار اللي هي غاديتبنيوا غاديتبكركم اللي عقلتوا على هذو جملة هذي بلده هاوز غاديتبكركم يعني انه الهوز اللانجويج and the bricks are the component of language باي او لترو exposure to the world or environment عن طريق تفاعل مع المجتمع او لا مع المحيط بقى لنا النظرية ديال social constructivism social constructivism كتقول لنا Vygotsky is the initiator of this theory يعني من رواد ديال هاد نظرية هذي اللي هو Vygotsky according to his dogma small children learn their first language by interacting more linguistically knowledgeable people هاد نظرية هذي شبه يعني كتشابه بزاف مع نظرية البنائية غير الفرق انه ما قاتش لنا هنا الفرق انه قاتل لنا يتعلم اللغة كتعلمها انطلاقا متفاعله مع الناس لتقنين اللغة بزاف يعني هذي اللي اقاتل لنا هي اما البنائية فاقلت لكم انك غاسب اخصتك تبني الدار عن طلاق انطلاقا متفاعله لك مع المجتمع فهذي كانت هي هذو هما النظرية نتمنى ان نكون ترحتهم لكم مزيان سنعود أن أعطيهم لكم بعجلة أن النظرية السلوكية يجب أن تعقلوا على Stimular response and positive reinforcement or punishment وهو رد فعل المشروط وتحفيز الإيجابي أو السلبي كذلك النظرية Cognitivism يجب أن تعقلوا على LAD Language Accusation Doviz وكذلك النظرية Constructivism هي Build a language as you build a house House is the language and the bricks are the component of the language يعني البريكس اللي هما مكونات دياللغة وأخيرا بحده اللي عنا Social Constructivism اللي تقول لنا أنه يعني الواحد اللي بغاء يتعلم اللغة ضروري خاصوا يتفاعل مع الناس اللي متحكمين باللغة بزاف مبقاليا نقول لكم see you soon please subscribe to my channel to get the new lessons don't forget like too bye with a new lesson